السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي وطلطة التعدادي عاملين ايه وحشتوني جدا جدا يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض التدريبات درس المانيا الاتحادية وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس لكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله نسمي الله ونصلى على الرسول اللهم صلي وسلم ويبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السؤال رقم واحد اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين تقع ألمانيا في نقط قارة أوروبا في غرب أوروبا يحد دولة ألمانيا دولة واحدة من جهة ايه دولة واحدة بتحدها من جهة الشمال تنتشر المستنقعات في شمال ألمانيا قرب الساحل تنتشر المستنقعات في شمال ألمانيا قرب الساحل المظهر التضاريسي الغالب على دولة ألمانيا الاتحادية هو الطابع السهلي تصب موظم الأنهار بدولة ألمانيا في بحر الشمال تعد نقط من مناطق جذب السياح في ألمانيا المرتفعات الغسطة تفصل جبال القلب بين ألمانيا وبين النمسا ترتب على الموقع الفلكي لدولة ألمانيا اعتدال المناخ صيفا تقع أكثر المناطق التي تنتشر فيها الغابات بنوعها داخل الأراضي الألمانية في أجزاءها الجنوبية تكاد تتشابه المرتفعات الوسطى وجبال القلب بدولة ألمانيا في الغطاء النباتي تقع عاصمة أقليم بافاريا بالقرب من حدود ألمانيا مع دولة النمسا تعتبر نقط العمود الفقري للاقتصاد الألماني الصناعة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الألماني تصدر مصر إلى ألمانيا بتصدر مصر إلى ألمانيا إيه البدرول تصدر مصر إلى ألمانيا البدرول السؤال رقم اثنين يكمل العبارات اللissantية بما يناسبها يحدى المانيا من الشرق بولندا وإيه من الشرق بيحدها بولندا والتشيك يبقى من الشرق بولندا والتشيك ومن الغرب حولندا وبلجيكا ولقسمبرج وفرنسا ولقسمبرج وفرنسا يبقى من الغرب هولندا وبلجيكا ولوكسنبورج وفرنسا تغطي الغابات المقروطية المرتفعات الوسطى ومن حضرات جبال القلب تنتشر الزراعة بألمانيا في نقط والأودية النهرية الزراعة تنتشر فين في السهل الشمالي والأودية النهرية رقم 3 أمامك خريطة الألمانيا اكتب ما تدل عليه الأرقام لا تعالى زي ما احنا شايفين يا حبابي دي خريطة لألمانيا تعالوا نشوف مع بعض الأرقام بتشير إليه رقم 1 على الخريطة هو بحر الشمال 2 البحر البلطي رقم 3 دولة بولندا رقم 4 دولة النمسا رقم 5 دولة لوكسنبورج رقم 6 دولة بلجيكا 6 دولة بلجيكا رقم 7 جبال الألب رقم 8 نهر ألب رقم 9 نهر الرين رقم 10 مدينة برلين رقم 10 مدينة برلين رقم 11 هي مدينة ميونخ رقم 11 مدينة ميونخ رقم 12 مدينة هامبورغ السؤال اللي بعد كده أكتب كلمة صواب أمامنا براجر صحيحة وكلمة خطأ أمامنا براجر صحيحة مع التصويت تعد المناطق الزراعية من أماكن التركز السكاني في ألمانيا الإجابة صحيحة ألمانيا من الدول الاقتصادية الأولى في العالم ومن أكثر دول العالم تقدم الإجابة صحيحة يعمل بإصناعة تلت القوة العاملة بألمانيا الإجابة صحيحة تعد مدينة برلين أهم مواني ألمانيا بينما تعد مدينة هامبورغ عاصمتها هنا الإجابة غلط هقول تعد مدينة هامبورغ تعد مدينة هامبورغ أهم مواني ألمانيا بينما تعد مدينة برلين عاصمتها وهنا عكس لنا المدن فنركز في العبورة كويس يبقى همبورج هي الأهم المواني وبرلين هي العاصمة تزدهر استناع في ألمانيا لتدفق الاستثمارات وتوفر المركز العلمية المتقدمة الإجابة صحيحة تشغل المرتفعة الوسطى في ألمانيا الجزء الأكبر من مساحتها الإجابة غلط بتشغل السهل الألماني الشمالي الجزء الأكبر من مساحتها يبقى همبورج هي تشغل أو يشغل السهل الشمالي الجزء الأكبر من مساحة مين ألمانيا الصيف معتدل في ألمانيا وتزداد درجة الحرارة بالاتجاه نحو الغرب الإجابة غلط بتزداد الحرارة بالاتجاه نحو الشرق تربى الماشية والخنازير والأغنان في ألمانيا في مناطق الحشائش والحظائر بأسالي بعلمية الإجابة صحيحة تقع مدينة ميونخ عاصمة أقليم بافريا غلغ غرب ألمانيا الإجابة خطأ بتقع فين جنوب ألمانيا يبقى تقع مدينة ميونخ عاصمة أقليم بافريا جنوب ألمانيا توجد علاقات ثقافية والمية بين مصر وألمانيا الإجابة صحيحة تصدر مصر الألمانيا الغاز الطبيعي الإجابة صحيحة رقم خمسة صوب ما تحته توجد جبال A في دولة ألمانيا وفيها أعلى القمم الجبلية جبال القلب يحد ألمانيا من الشمال بحر العرب والبحر الأسود الإجابة طبعا هنا هتبقى يحد ألمانيا من الشمال أكتبها الكفوق عشان المكان رقم اثنين بيحد ألمانيا من الشمال هقول كده البحر البلدي وعندنا كمان دولة الدنمارك يبقى البحر البلدي ودولة الدنمارك وكمان بحر الشمال رقم ثلاثة من أهم الأنهار التي تجري في ألمانيا هو نهر E نهر الرين نلقي الرين هتبقى هنا نهر الرين يبقى من أهم الأنهار التي تجري في ألمانيا هو نهر الرين تغطي الغابات تلتم ساحة ألمانيا وأهمها الغابات E النفضية والمخروطية وأهمها الغابات النفضية والمخروطية يسود ألمانيا الاتحادية مناخ غرب أوروبا الممتر طوال العام خاصة في الشمال تستورد مصر من ألمانيا بتستورد الآلات والسيارات بما تفسر كل تعدد العاملين في القطاع الزراعي بدولة ألمانيا مقياسا لتقدمها لأن الزراعة في ألمانيا تعتمد على التكنولوجيا الحديثة من من يؤدي إلى كل التكاليف والعمالة الزراعية بما تفسر جذب المرتفعات الوسطى في ألمانيا للسياح ليه حبيبي لأنها تغطى بالغبات المخروطية وتقصر بها التلال والينبيع المائية تاني لأنها تغطى بالغبات المخروطية وتقصر بها التلال والينبيع المائية بما تفسر انكماش مساحة الحشائش في السهولة السحلية في ألمانيا لسببين اتنين واحد اقول بسبب احلال الزراعة محلها اتنين التوسع العمراني بما تفسر تطور الصناعة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية بسبب توفر مقاومات الصناعة اتنين تضفق الاستثمارات ثلاثة توفر المراكز العلمية المتقدمة ما النتاج المترتبة على وقوع ألمانيا في نطاق مناخ غرب أوروبا ترتب على ذلك ايه يسود ألمانيا مناخ غرب أوروبا المنطر طوال العام خاصة في الشمال دي كده رقم واحد اتنين في فصل الصيف يقوم معتدلا مع ارتفاع درجة الحرارة كلما اتجهنا نحو الشرق دي اتنين تلاتة في فصل الشتاء تنخفض فيه درجة الحرارة الى مدون السفر المائوي خاصة في الداخل رقم اربعة نمو الغابات النفضية والمخروطية دي كده الاربع نتائج اللي ترتبت على وقوع ألمانيا في مناخ غرب أوروبا ما النتائج المترتبة على استخدام ألمانيا التكنولوجيا والأساليب العلمية المتقدمة في الأنشطة الاقتصادية ترتب على ذلك تقدم الزراعة لاعتمدها على التكنولوجيا الحديثة اتنين تربية الماشية والخنازير والأغنان في حظائر بأساليب علمية حديثة الانتاج للحوم والألبان تلاتة توسع وتطور الصناعة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية لتوافر المراكز العلمية المتقدمة دلل جغرافيا على صحة كل عبارة من مائتي تربط مصر بألمانيا علاقات ثقافية واقتصادية هقول إيه حيث يوجد هيئة التبادل العلمي الألمانية المركز الثقافي الألماني الجامعات الألمانية بالقاهرة ومعهد الأثار الألماني دلل تتميز الصناعة الألمانية بالتنوع بصوا حبابي احنا هنرجع للسؤال رقم واحد تاني اللي هو تربط مصر بألمانيا علاقات ثقافية واقتصادية احنا قلنا العلاقات الثقافية هنقول لسه العلاقات الاقتصادية ما قلنا هيش يبقى قلنا العلاقات الثقافية أما العلاقات الاقتصادية هتكون إيه هقول مثل تمويل ألمانيا لمحطات توليد القهرباء من الرياح في مصر وتصدير واستراد المنتجات بين البلدين حيث تصدر مصر إلي ألمانيا البترول والغاز الطبيعي والملابس وغيرها تستورد مصر من ألمانيا الصناعة الكيموية والآلات والسيارات وغيرها يبقى كده أنا عندي دي وقلنا كمان العلاقات الاقتصادية اللي بتربط بين البلدين السؤال التاني دلل تتميز الصناعة الألمانية بالتنوع تتميز الصناعات الألمانية بالجودة والتنوع وأهمها الحديد والصلب السيارات السفن المنسوجات الصناعات الإلكترونية والقهربائية حدد شهرة المدن الألمانية التالية برلين هامبورج ميونيخ برلين هي العاصمة السياسية ويبلغ عدد سكانها 3.4 مليون نسمة أما هامبورج فهي أهم المواني وقريبة من بحر الشمال وميونيخ هي عاصمة أكليم باباريا جنوبا ويوجد بها مقر عدد من الشركات والمصانع الألمانية العالمية ما العلاقة بين التطور العمراني ومساحة الحشائش في ألمانيا هقول إيه أبطال بتنتشر الحشائش في السهل الساحلي ولكن انكمشت مساحتها في الوقت الحالي بسبب التوسع العمراني تاني تنتشر الحشائش في السهل الساحلي ولكن انكمشت مساحتها في الوقت الحالي هقول لعدة أسباب ومنها التوسع العمراني مع العلاقة بين تضاريس دولة ألمانيا ومناطق انتشار الزراعة بها تنتشر الزراعة في ألمانيا بالسهل الشمالي جزء من السهل الأوروبي العظيم الخصب والأودية النهرية السؤال اللي بعد كده توقع في دوق مدرس أهم الأنشطة الاقتصادية التي تمرس في المرتفعات الوسطى الألمانية هقول النشاط السياحي حيث تعد المرتفعات الوسطى منطقة جزبي للسياح لوجود التلال والنبيع المائية والغابات المخروطية كمان الزراعة لوجود السهل الخصبة التي تجري فيها الأنهار والنبيع المائية كمان في قطع الأشجار لوجود الغابات المخروطية كيف تستفيد مصر من التجربة الألمانية في تطور الصناعة؟ من خلال إيه؟ من خلال جذب الاستثمارات وتوفير المراكز العلمية المتقدمة والعمل على توفير مقاومات الصناعة اللازمة السؤال اللي بعد كده اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين لو كل عدد العاملين في القطاع الزراعي بدولة ألمانيا بسبب اعتمادها على الزراعة التجارية أي من المحصيل الزراعية التجارية يصعب زراعته بألمانيا قصب السكر والقطن تعد ألمانيا الاتحادية من أكثر دول العالم تقدما وذلك بسبب الاهتمام والبحث العلمي تصل ألمانيا تتصل ألمانيا برا وبحرا بدولة إدنورك يظهر تأثير عامل الارتفاع على المناخ هو بوضوح بدولة ألمانيا في الجهات إيه بتظهر بوضوح في الجهات الجنوبية تقع عاصمة دولة ألمانيا في جزئها الشمالي الشرقي ترتفع درجة الحرارة صيفا في دولة ألمانيا كلما اتجهنا نحو دولتي بولندا والتشيك ترتفع درجة الحرارة صيفا في دولة ألمانيا كلما اتجهنا نحو دولتي بولندا والتشيك من أهم المدن الصناعية وتقع بالقرب من جبال القلب هي مدينة ميونخ دلل الاهتمام بالعلم يعد صنع التقدم لدولة ألمانيا الدليل على كده هقوله إيه حيث شهدت الصناعة في ألمانيا توسعا وتطورا كبيرا لعدة أسباب منها توفر المراكز العلمية المتقدمة السؤال رقم 15 حدد تقييمك لمدى مصدقية العباراتين الآتتين تعتمد ألمانيا على الرعي التجاري العبارة صادقة ليه حيث تربى الماشية والخنزير والأغنام في مناطق الحشائش وفي الحزائر بأثالي بعلمية لإنتاج اللحوم والألبان تقتصر أهمية الغابات في دولة ألمانيا على أنها مصدر للأخشاب العبارة غير صادقة لأن الغابات المخروطية خاصة في المرتفعات الوسطى بألمانيا تعد مناطق جذب للسياح حدد أوجه الاختلاف بين الاقتصاد الألماني والاقتصاد النجيري إيه هي أوجه الاختلاف بينهم الاقتصاد الألماني تتعدد الأنشطة الاقتصادية ويعد اقتصادا متقدما حيث بعد الصناعة العمود الفقري لها أما الاقتصاد النجيري بالرغم من تنوع الموارد الاقتصادية إلا أن اقتصادها ناميا يعتمد على الزراعة في المقام الأول وبكذا حبيبين كنت هنا من حل سئلتنا النهاردة أتمنى يا رب أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة والوسر وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح ولا استفدتم الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة وفعال زر الجرس لكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله وألقاكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته